مش عايز بقى حضراتكو نروح لاتجاهات كتيرة جدا لكن خلوني اتكلم معاكو في اللي يهم جمهور النادي الاهلي اللي يهم جمهور النادي الاهلي النهاردة النهاردة كان فيه اجتماع للجنة التخطيط مع مجلس ادارة او مع الكابتن محمود الخطيب مشرف الكرة والكابتن حسام غالي عضو مجلس ادارة النادي الاهلي طبعا في وجود الكابتن محسن صالح والكابتن زكريا ناصف اللي حقدر اقوله حتى هذه اللحظة هل هناك صفقات جديدة للنادي الاهلي اللي حقدر اقوله ان هناك صفقات جديدة انتهى منها النادي الاهلي وسيتم اعلانها بعد نهاية بطولة الدوري الكلام ده انا بقوله على لسان البيت الكبير مش بقوله مجرد كلام وخلاص لكن انتهى النادي الاهلي من ان هناك اسماء كبيرة ومهمة من وجهة نظر الفترة السابقة علشان سيتم الاعلان عنها ان شاء الله خلال او بعد نهاية الدوري الممتاز هذا الموسم شركة الكورة او انا اسف لجنة التخطيط مع الكابتن محمود والكابتن حسام غالي عاملين شغل جيد جدا حيبان بقى خلال الايام القادمة دي حاجة مهمة جدا جدا انا عايز بس ابلغ بيها جمهور النادي الاهلي تلاقوش من حاجة دنيا زي الفل كل حاجة دائما ما تكون تحت الدراسة داخل النادي الاهلي لحين الانتهاء منها رسميا مرة تانية هل انتهى النادي الاهلي من اضافة بعض الصفقات لفريق الكورة خلال الفترة اللي جاية نعم انتهى النادي الاهلي من اضافة بعض الصفقات داخل فريق الكورة خلال الموسم القادم صفقات اجنبية نعم وصفقات مصرية نعم هذا واضح جدا للجميع متى سيتم الإعلان عن هذه الصفقات بعد نهاية الموسم الكروي الحالي كده أنا بس بقول لحضراتكم ليه الكلام ده أو سمح ليا إن أنا أقول لحضراتكم هذا الكلام علشان تبقوا حضراتكم الطمينين ما تلقوش من أي حاجة كل حاجة مشى في خطتها النادي الأهلي عندما يقرر شيء بيتم دراسته من جميع الجوانب بيتم دراسته من جميع الجوانب وبالتالي خلينا ننتظر الأيام القادمة التي سوف يتم الإعلان فيها عن صفقات سوف تضاف لفريق كرة القدم خلال الفترة اللي جاي هل ممكن بقى طلب لجمهور الأهلي؟ هل ممكن نقفل هذا الأمر وننتظر ما هو قادم؟ خلاص مجلس إدارة النادي الأهلي قال لنا إيه اللي حيحصل؟ مجلس إدارة النادي الأهلي قبل استقالة شركة الكرة برئاسة الأسطورة الاقتصادية ياسين بي منصور ثم وبقية أعضاء شركة الكرة وسوف يتم البت في هذا الأمر في أمر استمرارهم أو في عدم استمرارهم إن شاء الله في جمعية عمومية طارقة ده بناء على البيان اللي حطه النادي الأهلي على الصفحة الرسمية للنادي الأهلي وبالتالي شكرا لشركة الكرة شكرا لياسين بي منصور وشكرا للجميع وسوف ننتظر ماذا سوف يحدث خلال الفترة القادمة اللي حدث فيها أمور كثيرة خلال الفترة السابقة علشان حضراتكم تبقوا متطمنين صفقات جديدة هيتم الإعلان عنها سواء مصرية أو أجنبية تمام؟